السلام عليكم خطي اخواتي لبس عليكم بخيرين صحيحة مزيان رمضان كريم كيفاش كدوزو هاد الايام المباركة نتمنى تكونو كتصومو بصحة ولهنا وكل شي ما كتتمنى وان شاء الله انتوما وعائلتكم وحبابكم وكل عزيز وغالي على قلبكم ان شاء الله نتمنى يكون بخير وعلى خير ويلقاكم هاد الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي اليوم ان شاء الله احبابي سنشارك معكم سلو بشوفان كي يجير اكثر من رائع واهم شي هو صحي بمقادير بسيطة مهم سلو ديال الدرويش اي واحد يقدر يديرو مكونات هكا بسيطة ماشي كيعطي واحد لكمية زعمة ما شاء الله كبيرة غيب مقادير هكا قليلة عندي هنا يا شوفان كما كتشوفو هاد الرقائق ديال الشوفان هكا صاين وإلا عندكم طحين ديال الشوفان ستعملوه انا كنت شريته من مرجان هكا عندي خمسمية جرام وعندي هنا يا مية وخمسين جرام ديال زريعة الكتن عندي ميتين وخمسين جرام ديال اللوز راه هاد العام هبط اللوز في الثامن عندي ميتين وخمسين جرام كذلك ديال زنجلان فيه انواع بزاف واتمنة مختلفة وعندي هنا يا كذلك ميتين وخمسين جرام ديال كاوكاو انا اخذت هذا اللي بلا قشور قدروا تاخدو تهادك بالقشور ولكن هادك فيه شوية ديال تمارا ولكن راسحي على هادا عندي كذلك ميت وخمسين جرام هيلان او الليجبار عندي كذلك ميت وخمسين جرام ديال زريعة او اللي نورد الشمس واحد العود ديال القرفة عود كبير هكا غد ينطحنو وجوج مع الاقبار عامرين مخلطين ما بين الزنجلان والنافع وكذلك العسل را عندي هاد العسل مخلطة خلطت معها العسل الحرة والعسل العادية المقادر اللي غادي نحتاج هما هادو دا بغادي ندوزو اي حاجة اللي تحمر تحمر اللي تقلى نقليوها را هاد الشي كل شي نقيتو وعدلتو كل شي نقي دا بغادي ندوز نبدأ بالشوفان نقبوه في السينية هكا ديال الفران وغادي ندخلو الفران ونخله يتحمر على راحتو كي يجي في اللون اللون واحد حسن ما نحمرو هكا في الكوكوت او في شي مقلا أنا كيعش بلي كنحمرو في الفران كما كتشوفو معايا هنا يا راهم حمر وطايب را ضغية كيتحمر وطفطحين ضغية كيتحن الشوفان هنا يا كما كتشوفو را كان غربلو اللول عاد كان طحنو كندوزو هكا في الغربة اللول عاد كان دوزو في طحانا كان طحنو من اللي كان طحنو عاود كان غربلو حيت من اللي كان حمرو هكا في الفران هادا كان رقيق هادا كي يكون شوية محروق ولاخر اللي صاين كي يجي هو هاداك في الطياب وهذا اللي غربلتو ما غادش نديرو غاد نحيدو وهنا يا كان جيب هال المقلا كان قدمت تحية المرات خويا اللي جابتها لي كان قول لها شكرا را نفعتني بزاف البنات هاد المقلا بخطيك بزاف اي حاجة واي حاجة تقدري تديرها فيها وضغيكة تسهل العملية دب هنيا غادي نحمر زريعة الكتن وبيبا او الزريعة دي النوار الشمس كذلك غادي نحمرها وإن لن غادي نحمرو الكوكاو غادي نقليه واللوز كذلك غادي نقليه هنا الكوكاو وراء وضعتو في الزيت باردة وبقيت كان حركو واللوز هنا كنقليه بقشورو كنزيد شوية هكا هادك اللي غادي نزيين به كنزيدو معاه باش غادي يباليا واش طيب واش محمر اللوز ولا لا حيتي لا حمرنا اللوز غي هكاك بالقشور ديالو ما غادي شيبان واش محمر ولا لا كنزيد معاه هاد الحبت اللي غادي ينزيين بيهم باش يبال واش محمر ولا لا راهنا يا فنفس الوقت كان حمر اللوز وكان حمس هكا زنجلان راه نحط حاجة مر حاجة راح يتكل واحد كل حاجة كدت تياب ديالها بوحديتها هنا اللوز رابدة كيتحمر راه ضغي غي كيبان اسفار شوية كنحيدو راه كما كتعرفو راه اللوز من اللي كنحيدو نزيد كيزيد عاد كي يعطي اللون كيزيد عاد يتحمر وهنا يا زريعت نوار الشمس كذلك كنحمرها على نار مهيلة راه يضغي كالطحرق درتها غي على النمرة ديال واحد وهنا القرفة كذلك راه هرستها باش غادي نطحنها غادي نزيد علي هادك النافع وحبل حلاوة وخروا مطحونين غي باش تساعد هكا الماكينة باش تتحن ليا كي تعجبوا للقرفة هكا ملي كان تتحنها طرية كتعطيه واحد الريحة يا سلام لو كان راكم معي تشموا في الكوزينة الريحة عافية ديال القرفة ونافعوا حبل الحلاوة دبا هنا كنجيب واحد القصعة هكا كبيرة باش تسهل علي نعجن هاد سلوه هنا يا بنتي را غا تخلط معاكم هنا درت الشوفان ودرت زريعت الكتان وهذا اللي جبار او اللا إيلان كل واحد كيفاش كيسميه وهنا الكوكا وراتحنته مزيان مزيان تطلق الزيت ديالو خاصو يولي هكا معجون وكيساعد سلو باش ما نزيدوش فيه الزيت بزير وكذلك اللوز را تحنتو التهوى مزيان على هاد طريقة باش كيجي سلو هكا نعجنو غيب زيت ديال الكوكاو وزيت ديال اللوز را غادي تشوفو معايش حل غادي نزيد ديال الزيت الرومية كين الناس اللي كيعجب لهم زيت الزيتون أما أنا ولادي ما كيبغيوش يوكلوه كيجي فيه المدق ديال زيت الزيتون ولا داك الشي ما كيبغيوش يوكلوه وهنا يا زنجلان را تحنتو التهوى شوية ماشي بزير ووحد طحنة الأخيرة غيه رمشتها واحد شوية وصفي ما تحبهاش بزير وكذلك زرعت نور الشمس تهي تحنتها مزيان وهنا نافعو حبل حلوى اللي متحونين مع القرفة وحدة الريحة تطلقوها كا في الكوزيناء يا سلام القرفة اللي كتطحن وكتكون طريا كتطلقوها وحدة الريحة ما شاء الله وهنا يغادي تخلط هكا النواشف كاملين تتعجنهم كاملين باش يبان لنا شحال غادي نزيدو ديال زيت هنا ضروري من واحدة الرشيشة ديال الملحة اي حاجة داها الواحد خاص يدير فيها شوية دا الرشيشة ديال الملحة هنا في هاد المرحلة خاص العمل خاص دليك خاص هاد النواشف كاملين ندلكو هم هكا بين يدينا باش يتلقو دك الزيت اللي في الكوكا والزيت اللي في اللوز ودك المكسرت كاملين وكذلك عاودتاني باش يندمجو مع بعضياتهم وهنايا كما كاتشوفوا معايا غادي نزيد كاس معا مرش ديال الزيت هاد الزيت فقط اللي غادي نزيدها را كاتشوفوا هكا الزيت شوية مغيرة ماشي صافية نقول لكم علاش را دك الزيت اللي قليت فيها الكوكا وقليت فيها اللوز خليتها تا للكاملة تا ولت صافية وصفيت غي هديك الفوقانية وصافية وزدت معها نص كاس كذلك ديال الزيت وخلطتو بهاللي كنعجل را دائما الكوكا واللوز كنقليه على نار مهيلة باش كيتيب ودك الزيت كتبقى هي هي وهنا كذلك كنزيد العسل را هاد سلو كنديرو بلا سكار وكيجي حلو غيب هاد العسل وكما كتعرفو را اللوز حلو الكوكا وحلو جنجلان را انا من عشاق ديال اللي حلاوة وشوفان باش تعرفو واحد الحاجة تردو بالكم معها السكر والزيت ضغية كتبا فيه را كما كتشوفو را الكاس معا مرش خمسمائة قرام ديال الشوفان معا داك المكسارات وكما كتشوفو كذلك الكاس ديال العسل او نص زلافة را كنت بيينتها في اللول ديال الفيديو في المقادير را كيجي شوف كيجي هو هادك كيجي معلك وكيجي شارب را تدليك كيعطي هاد النتيجة را إلا ما دلكتوش را ما يعطيش هاد النتيجة ما تبينش فيه لازيت لعسل ونتمنى أحبابي يعجب لكم هاد الفيديو ما نكونش طولت عليكم بزيف ونتمنى تقبلو على التقديم ديالي را درتو هكا تقليدي في القصعة ودرتو هكا في هالطبق بريستيج درتو على جوج أشكال وواحد سلو صحي وزوين في المداق وذاك المكسارات كيبانو فيه حسن من دقيق مية في المية أنا معودة على هاد سلو هدا اللي كان دير وخل واحد ما كيكلوش هكا في رمضان بزاف ولكن من لي كيخرج رمضان كناكلوه ونصيحة وحدة زريعة الكتان إلا ما تاكلوش هادك الساعة ما تدروهاش رخص ما تفوتش هار زريعة الكتان كيتكون واحد التسموم وانا هاد سلو ما درتش واحد لو أكون تتي كبيرة زعبة باش تبقى ليا على داك الشي درتها وشكرا لكم أحبابي جزيل الشكر على المشاهدة ما تنسوش خليولي لايك على الفيديو وشيكم وانتي غزوين بحالكم وإلى فيديو قادم إن شاء الله مع السلامة